شابتر ثلاثة الالكترونيك ستركتشر اوف المنتز يعني التركيب الالكتروني للعناصر اول محاضرة عايزين نفهم يعني ايه ويف لينس اند فريقونسي الطول الموجي والتردد طيب احنا بناخد اللايت انرجي از ويفز عشان نفهم طبيعة الضوء ومنها نقدر نفهم الالكترونيك ستركتشر بتاع الاتومز بنقول اندرستاندينج the electronic structure of atoms from understanding the properties of light لو فهمنا خواص الضوء هنقدر بسهولة نفهم الالكترونيك ستركتشر of atoms تعنقل الضوء او الالكتروماجينيك رادياشن has two important characteristics of waves الضوء عنده صفتين او خاصيتين مهمين جدا من خصائص الامواج اللي هو عنده طول موجي وعنده frequency اللي هو تردد يعني ايه طول موجي طول الموجي وبنرمزله بالرمز لامضة اللي هو ده هو المسافة distance between identical points of successful waves يعني في كل موجة لو خدنا نقطتين متماسلتين المسافة بينهم بتكون هو ده الويفلينس ممكن ناخد من هنا لهنا ممكن ناخد من هنا لهنا دي كده اسمها موجة او طول موجي units has a distance ميو او وفريكونسي اللي هي ميو بتساوي سي على لمضة حيث سيدة الطول سيدة سرعة الضوء وبيساوي 3 في 10 أو 8 متر لكل سانية خلينا ناخد مثال yellow light given off by sodium lamp has a lambda of 589 نانومتر what is the mu for this radiation يعني الضوء الاصفر اللي خالج من لمبة السوديوم عنده طول موجي مقداره 589 نانومتر ايه هو الفريكونسي بتاع الطول دوت هنطبق القانون اللي خدناه ميو بيساوي سي على لمضة ولكن نعارف ان سي بيتساوي 3 في 10 أو 8 متر لكل سانية فاحنا هنا بنغير المتر بنحولها الى نانومتر لكل سانية في الخطوة الاولى عشان نحسب السي ومنها بنطلع الفريكونسي او الميو اللي بتساوي السي بالنانومتر على الطول الموجي اللي هو مدهوني يطلع عندي تردد خمسة وتسعة من مية في عشرة أسر بعتاشر سكند مينس ون ترجمة نانسي قنقر